السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الفيديو بتاع النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن نقطتين نقطة ارتفاع مواسير الشبكة بتاعة البولي بربلين مواسير المية عن الارض قد ايه والنقطة التانية المسافة بين البارد والسخن قد ايه اولا الناس بتشتغل على طريقتين على ارتفاع في العالي او ارتفاع في المستوى المنخفض المستوى المنخفض اللي هو زي كده فوق الدخلة بتاعة القعدة وبعدين تمشي مصورة البارد وفوقها مصورة الصخط بارتفاع فرق بين دي و دي حوالي 7 سنتيش ااا نفس الكلام هنا نفس الصورة يعني المصورة المية ديت على ارتفاع من البلاط من التشطيب النهائي حوالي الى 95-30 سنتي جدد والصخن وفوقها ب7 يعني المجموع في الآخر هيكون حوالي 32-35 سنتي بتاع الصخن هذا كده الشمل فى المئس المنخفض بعدين فيه ناس بتشتغل في العالي اللي هو مئة وعشرة مئة وعشرين مئة وثلاثين مأسات فوق المتر عموما بالشكل ده زي هنا زي نفس الصورة التالتة ديه يجي بعد كده فيه ناس بتشتغل بقى الوسط اللي هو تدفع خمسين وستين سنتيش كل حاجة من المواضيع ديت فيه ملاحظات عليها من حيث انها تديلك في النهاية احسن ارتفاع تشتغل عليه نرجع للصورة الاولانية المرسومة هنا عندك نموذج حمام ده شرب الارضية ده الشغل ده معمول بمقياس رسم يعني هنا فيه صفر عشر سنتي عشرين تلاتين اربعين التدريج لغاية فوق معمول الكلام ده بمقياس يعني حافة البنيو دي على خمسة واربعين سنتي من وش البراط ارتفاع الحدة خمسة وثمانين سنتي من وش البراط الاعدة سطح الاعدة ربعين يعني الكلام ده معمول على مقاس الفتحة بتاعة الصرف على خمسين فتحتين المية على خمسة وخمسين عموما يعني الشغل ده كده الرسمة التوضيحية ديت على مقياس رسم بنقول لو ان الشبكة فوق مثلا زي كده والمسافة بين المصورتين مسافة الليلة يعني مكسر طبطين وماشي فيهم طوبة ماشي فيها بالبارد وطوبة ماشي فيها بالصفر انا بشوف ان الشغل بالطريقة ديت خطر بيعرض المواسير انها تتخرم لان هيكون فيه اكسسورات كتير زي كده فيه مصامير الحوض، مصامير الركبة، وراءة، كوباية فرش اسنان، رف، مراية، صبانة، فواطة، وراءة العلاقة التحتانية بتاعة سماعة الدوش، ولو هنا فيه كابينة بتاعة الدوش، هيكون هنا فيه قايم متخرم له بمصامير في السيراميك المصامير بتاعة الحاجات دي كلها هتظهر عندك دلوقتي في السورة كده مصمرين الحوض، مصمرين الركبة، يعني هتشوف في النهاية ان الجزء الفؤاني من الحمام مليان تخريم وربما حاجات تانية الناس تخرم لها حد هيركب رف او هيركب زاوية او هيركب اكسسورات مساعدة لكبار السن مثلا او الحالات الخاصة لما حد بيقوم من على القاعدة بيكونوا مركبين له هنا مساند بيمسك فيها عشان يوقف عموما تخريم بعد التلت الاولاني او بعد الربع الاولاني من الحمام من تحت الربعين اللي فوقيه على طول دول مليانين فعلا تخريم زا كمان ان لو مش لو انت اسست الشغل اللي فوق وجي غيرك يشطب اللي هيشطب ده مش هيبقى عارف انت ماشي ازاي بالظبط يعني مثلا في حتة زايدية جزئية زايد الحود لو ماشي بالمسافة مكسر طبطين وماشي يبقى لازم هتحط الكرانك حتى لو كان كرانك قصير مش هيديك تمانية سنتي تحت يبقى لازم هتبعد شوية بفرد السخت وبعدين تنزل تديها كوع هنا عشان يدوك تمانية سنتي في الحتة دي اللي هيجي يركب الركبة او يركب الحوض مع اختلاف مقاسات الحوض ممكن ما تقاش عارف الحوض اللي هيجي بالظبط مقاسه كام وخرام وفين فوارد ان حتى اللي عامل الحمام نفسه ممكن يخرم مصورة زايدية او يبقى مزنوق في انه بيزنق الركبة عالاخر في جهة عشان يفادي مصورة لو هو حافظ مكانها كويس فهنا ده شغل في خطورة كمان لو في محبسين دفن محبس للبارد ومحبس جاي من الغلاء للسخت لو انك عايز تحط المحبسين دول في حتة ارتفاع منخفض عشان يكون شكلهم متداري شكلهم كويس احسن ما يبقوا في الحمام في ارتفاع عالي فهتطلع لهم بطلعتين او طلعة للسخت والبارد هتشبكوا مع حاجة زي كده طيب ده صورة من الشغل في صورة تانية انك تمشي على ارتفاع منخفض اللي هو مثلا كده هنخفي الاكسسوار او هنسيبه شواء وبعد ان نخفيه هنا جميع الاكسسوار والمصامير بتاعته الموضحة بالنوقات الحمر بعيدة عن الشغل اللي احنا شغالينه وهتلاقي المواسير كمية المواسير اقل يعني انت كده هنا اوفر في الشغل والخمات واقمن وانت شغال في المسافة المنخفضة هنخفي بعد كده دلوقتي الاكسسوار عشان يروأ المنظر شوية هو المصامير دي المصامير ودي الاكسسوار يفضل عندنا هنا الشغل هنتكلم بقى على حاجة المسافة بين البارد والسخت دي الطريقة اللي انا بفضلها عموما في الشغل المسافة بين البارد والسخت وارتفاع البارد عن الارض قد ايه يعني لاحظ حضرتك هنا انا عامل ارتفاع البارد ده على 25 سنتي 25 سنتي دي بيكون مفادي الاكرة الجانبية بتاعة الاعداء يكون اوطى منها ويكون في فرصة انك تخليهم ملمومين شوية جنب الاعداء ان انا احيانا بشوف ناس عاملة مخرجين الاعداء التيهين بسن دول في الارتفاع العالي فوق لفبين سنتي كده وتلاقي الواصلة نزلة من العالي للوقت يبقى شكلها مش كميل وبعدين احيانا في ناس بتعمل المحابس دي تبعدها تخليها بايدة عن الاعداء ويبقى شكل الواصلة برضو مش كميل عشان بحاول يهرب من دي او يعليها فهي الشكل الازرف انها تكون في الارتفاع ده ودي هتكون مفيش مشاكل بالنسبة لها هيديك مسافة انك تحط كرنك ومستريح عشان تعمل المخرجين بتو خلاط الشطافة بتاعة الاعداء كمان هنا هتركب البارد هتركب الكرنكات في البارد في ناس كان بتعترض على الكرنكات في السخن هنا الكرنك في البارد غير الكرنك في البارد عشان الماء السخن او الباردة او الجدل اللي الناس بتتكلم فيه في الموضوع دوت هنا الكرنك وهو في البارد هيرياحك في الشغل لانك هتعمل الخط البارد والكرنكات معمولة فيه وبعدين تيجي تركب السخن بعد كده من غير كرنكات هيكون اسهل انك تركب البارد عدل وتيجي تعمل في السخن كرنكات ده اسهل فعلا كتير لما تكون خلصت من الكرنكات وانت بتعمل خط البارد الكرنك في البارد وانت كده هتاخد الكرنك في الايم عشان انت عامل مسافة 15 سنتي بين البارد والسخن يعني احنا هنا البارد على 25 والسخن على 40 سنتي الكرنك اللي في الايم دوت بيخليك تعمل مسافة لو عايز تقرب تلزق الكعين في بعض بسن يعني انت مش محكم بحاجة مفيش حاجة تحكمك هتيجي تعمل مسافة زي دي 8 سنتي هتبقى عامل الكرنك في البارد قايم والسخن ما عندكش اي مشكلة انهائي مفيش تعارض مع مصامير الركبة مع مصامير حوض مع اي حاجة ولا تعارض مع المخرج بتاع الصرف ميزة كمان هنا انك بتحط المحبسين بالشكل ده محبسين الدخلتين بتوع البارد والسخن السخن اللي جاي من الغلاية والبارد اللي جاي من العمومي بيقى في مكان انك تحط المحبسين فوق بعض في ارتفاع منخفض من الداريين جنب القاعدة او في اي مكان انا حطتهم هنا في نص الحمام بس عشان التوضيح فانا بشوف ان الطريقة دي يعني احسن طريقة للشغل في حد بيكون ما بيفضلش ان المواسير تعدي من ورا البانيو تقدر تطلع بيها وفي تكويع في الهتة دي او خمس شهر ورا البانيو وكده كده الشركة بتكون عاملة لها اختبار وكابس دي وجهة نظري في الشغل طبعا احب اسمع وجهات نظر للناس ان كل واحد يعني يتاخد من كلامه ويرد يعني هي وجهات نظر وكلنا بنستفيد من بعض فاللي عنده ملاحظات ياريت يدونها ونتنقش فيها ان شاء الله عشان نوصل في النهاية لاحسن طريقة للشغل وكل عام وحظاتكم طيبين أخوكم أحمد عبدالعي ترجمة نانسي قنقر